يلا ياللي تناشدني علي من تحمل العاية ياللي تناشدني علي من تحمل العاية كل البكاء والنوح والحطرة على كل البكاء والنوح والحطرة على يا بني بكربلا يا أبا عبد الله حبه بقلبه مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمن يا غريب يا مظلوم كربلا يا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز فوزا عظيم أرى العمر أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن لا نراه يعود فكن رجلان إن تنظى أثواب عيشه رثاثان فثوب المجد منك جديد وإياك أن تشر الحياة بذلة هي الموت هي الموت والموت المريح وجود وجود لذاك نظى ثوب الحياة بن فاطمين لذاك نظى ثوب الحياة بن فاطمين وخاض عباب الموت الله وهو فريد 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 وليس له من ناصر غير نيف أيها الله وأغربته يا أبا عبد الله وليس له من ناصر غير نيف يا أيها سبعين ليثا ما هناك مزين يا أيها يهي 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 يه وترى لهم عند القراع تباشر آيان كأن لهم يوم الكريهة عيدوا يا إياي كأن لهم يوم الكريهة عيدوا فما برحوا يوم آيان عن الدين والهداء فما برحوا يوم آيان عن الدين والهداء يا إياي لا أنت فانا جمعهم وأبيد يا إياي أبيدوا 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 وهو يدهي بنفسي يا حسين يا غريب يا جيد يا ذبيح بنفسي يا ذبيح الطف من دم نحره يا غدال عطاش الماضيات وره يا يوم وعدوم تخاطب بقروحة القلب زينبون تخاطب مقروحة القلب زينبون تخاطب مقروحة القلب زينبون كيف تشكو له وأحوالها وتعيد شا تقول زينب أخي كيف ترضى أن نسير حواسراً أخي كيف ترضى أن نسير حواسراً يا إياي ويشمت فينا ويطمع فينا شامت وحسن يا يووووووو والوحسراً واسف على image يا زينب وعادا 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 هاي الأبيات هدية لكل الأموات من أموات الحضور وعادوا هل يركبوا جياد العز وعادوا 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 وجفوا والحشر ملقاهم يوالله إن شاء الله لقاء عند الحسين هناك في الجنة وعادوا 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 وعليا نذر له رجعا وعادوا لرد سرع طريج الغاضرية ويا 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 لرد سرع طريج الغاضرية لما رأى الصبت أصحاب الوفاق تلو نادى أبعاء الفضل أين الفارس البطل وأينما دنيا الأرواح قد بذلوا يالله وإيايا بالأمس كانوا معي اللسان حالي الحسين كان يوم العاشر بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوا بسويد القلب نيرانا نذر علي لإن عادوا وإن رجعوا لأزرعنا طريق الطفي ريحانا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين تستبشر الملائكة إذا رفع المؤمن صوته بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الصراعات في الدنيا كثيرة وربما تكون على أدفه الأشياء صراع بين الزوجين صراع بين جارين صراع بين دول وهذه الصراعات مشروعة موجودة بين الناس كلهم جميعا وتارة بسبب هذه الصراعات تراق الدماء الكثيرة وليس دائما الصراع يكون بين الحق والباطل ربما يكون الصراع بين حقين وربما يكون الصراع بين باطلين أيضا على كل حال الصراعات كثيرة ولكن هناك صراع فرق بين المؤمنين وبين الناس وبين البشرية كثيرا ألا وهو الصراع على وجود الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة إن شاء الله على عجالة نتكلم حول نظريات الملحدين اللي مع الأسف نراها تسري كالنار في الهشيم بين شبابنا في بلادنا الإسلامية في العراق منهم الكثير الكثير الذين بدأوا يتجهون نحو الإلحاد والعياذ بالله أو الإلحاد عفواً وكذلك في باقي الدول العالم في كندا أيضا في أمريكا في كل الدول الذين كانوا يؤمنون بالله صاروا وتحولوا من الإيمان إلى الإلحاد بالله سبحانه وتعالى أنت كمؤمن بالله سبحانه وتعالى وتعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو العالم وهو الحكيم يجب عليك أن تقف بجانبي هذا الدين العظيم وأن تدافع عن الله سبحانه وتعالى بكل ما أوتيت من قوة وأنت غير مسامح إذا شفت هناك إهانة جلية لله لذات الله سبحانه وتعالى أو لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فأنت محاسب عليه ليش؟ لأننا عدنا أصول الدين وعدنا فروع الدين فروع الدين نقلت فيها المراجع والفقهاء أما أصول الدين يجب أن تعتقد به أولا وتدافع عنه ثانيا أكثر الصراعات في العالم من أول ما خلق الله الخليقة إلى الآن وإلى وقت الذي يبقى هذا الأرض وهذا الوجود رح يكون الصراع بين شغلتين الشغلة الأولى كيف تتكون الصراعات؟ الشغلة الأولى إما عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو عدم الإيمان بالآخرة أو ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو ضعف الإيمان بالآخرة ما بأي نقاش بعد هذا الموضوع كل الصراعات من شئها هذا إما عدم الإيمان وإما الضعف بالإيمان بالله وبالآخرة ترى الإنسان الذي يحس بأن الله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق والذي يراه في كل مكان والذي يسمعه هل من الممكن الذي يجد الله سبحانه وتعالى حاضرا عنده أن يذنب ذنبا؟ الآن إذا الآن نحن بالشارع ونشوف الناس في شوارعنا مثلا حاطين اللمت متل سبيت ستين تشوف الناس كلهم يمشون على تسعين وخمس وتسعين ومية وإذا بهم يرون الإضاءات الحمراء والزرقاء على رأس السيارات الشرطة تشوف كلهم يتأدبون يصفطون ويمشون عدل يمشون على ستين وخمس وخمسين ليش؟ لأنه بالتالي هذا الشرطي رح يشوف السرعة العالية رح يمشي بصفك صحيح؟ أنت لازم تمشي على ستين ورح يمشي ستين إذا شافك التاع سرع من ستين رح يوقفك فبالأخير رح يجي عندك يغرمك وينقص من نقاطك في إجازتك السوق هذا الشرطي شرطي وتراه رقيبا عليك وتخاف منه فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى الذي يرانا في كل نفس نتنفسه ويسمع كل كلمة نتلفظه الذي يسمع ضمير الصامتين الإنسان الصامت الله يفهم شنو به فكيف بالذي يتكلم على كل حال الحديث عن الله سبحانه وتعالى كما يقولون حديث ذو شجون من أنا لكي يتحدث عن الله سبحانه وتعالى ولكن من باب أن أقف مع الله سبحانه وتعالى وأن لا أكون مع الطرف الآخر نتحدث بعض الكلمات إن شاء الله شوفوا نحن عندما نتكلم عن الله لا نتحدث فقط عن وجود الله سبحانه وتعالى نتحدث أيضا عن صفات الله أن الله سبحانه وتعالى رازق أن الله سبحانه وتعالى قادر مقتدر أن الله سبحانه وتعالى مهيمن أن الله سبحانه وتعالى متكبر وصفاته أيضا الوجود والصفات تارتا واحد يجي يقول لك أنا ما عندي شغل بالصفات أعتقد بالله بالصفات ما عندي شغل بي هذا ما فهمني من أساس الخالق ما فهمني شي هذا ألبرت أنشتاين كان يقول أنه إحنا في علم الفيزياء والرياضيات نعتقد عفوا في الفيزياء نعتقد بأنه هناك خالق أوجد هذا الكون ولكن إحنا ما عنا شغل وياه نقول إحنا شغلنا هنا بالمادة شغل بالغيبيات ما عدنا ما ورائيات مشغلنا هذا شغل واحد ثاني إحنا شغلنا بالماديات هذا ما فهمان منه الخالق أساسا حتى لو ادعى كائنا من كان ادعى علم الأولين والآخرين وما فهم حقيقة الخالق فهذا واحد ما يفتهم شيء فنحن عندما نتحدث عن وجود الله سبحانه وتعالى بنفس المكان لازم نتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى هذا الحديث حديث جدا مهم الحديث حديث عن الإلحاد مثل ما تفضلت وقلت أنه في العالم في هذه الأيام صار هناك انتشار عظيم صاروا سواء كتب واحتفالات وصار يدعون الشباب شباب المسلمين على أنه تعالوا انفهمكم أنه الله ما موجود ترى دوكنز اللي هو صاحب كتاب وهم الإله اللي طبع في عام 2007 على ما أعتقد في زمانه عندما طبع هذا الكتاب انتشر انتشار كبير جدا في العالم حتى أنه في الأسبوع الأول يعني باعوا من هذا الكتاب أكثر من مليونين نسخة من قدمة كلامه لذيذ الناس بطبيعة الحال قليل ما يفكرون الناس يشوف القصة حلوة هو ما رايح على ما يشكر بالله سبحانه وتعالى ولكن لمن يدخل بالكتاب المؤلف ذكي المؤلف متكلم ومتحدث وكاتب راح يقع في شباك المتحدث يبدأ شوية شوية بالتشكيك بأقل الأمور إلى أن يصل إلى والعياذ بالله الشرك بالله سبحانه وتعالى دوكنز شنو يقول يقول وهم الإله يعني ماكو شيء اسمه إله كل شيء وهم زينا نسأل هذا الإنسان وأي إنسان آخر يتحدث بهذا بهذا المنطق الحقيقة المنطق بائس إذا علميا نتحدث فهذا منطق بائس يصير أنا أسأل إذا كان الله سبحانه وتعالى وهم فما هي الحقيقة إذن ما هو الحق نحن نقول بأن هذا الكون أوجده وخلقه من هو أعلى من عندنا من هو أعلى من عندنا ومن هو أكثر حكمة مننا وهذا طبيعي أنا بالنسبة لي ما أقدر يعني أصنع هذا الجمال هذا بالكون وهذه الدقة ما أقدر أصنعاني فإذن نعتقد بأنه هناك خالق أعلى من عندنا وأعلى من عندنا الآن دعونا نأخذ نروح مثلا إلى أحد المستشفيات ونشوف مثلا جهاز الأمراي أو هذا الجهاز الشبير العظيم اللي فيها من الدقة ما فيه تروح تباوعله تتعجب تقوم تسأل نفسك تقول منه مسوي هذا الجهاز من صنع هذا الجهاز لأن كل ما تراه تسأل عما لا تراه هذا السماعة أو الميكروفون صوته جميل ما يمسوي بهذه الدقة اللي تطع منه واير يطينا صوت تبحث عن الصانع هم يقولون بأن الكون خلقه الطبيعة الطبيعة العاجزة هذا التراب اللي ندوس عليه ونمشي عليه هل من المعقول أن الطبيعة تصنع هذا الكون العظيم هذا الإنسان بهذه الخلايا الدقيقة هل يؤقل هذا الشيء هذا الكلام هل ممكن نقول الشجرة اللي هي ما تفهم لا تفهم هي عاجزة هل لها أن تخلق هذا الجمال في الغابات هي بحد ذاتها عاجزة فلا يمكن لهذه الشجرة وللطبيعة أن تعطي شيء وتخلق شيء يجي يقول لك بأنه إحنا البشر عندما نولد نعيش سنوات ستين سبعين اثمانين سنة وبعد ذلك هناك فناء لا شيء بعد الموت الله سبحانه وتعالى يدعو إلى ماذا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين نحن ندعو إلى البقاء والخلد وهم يدعون إلى الموت والفناء بعد الموت يقول أن الإنسان مثل الشمعة حلوة شبيرة تشغلها من فوق الظوب وتنتهي بعد ما به شيء الإنسان كالشمعة أو كالمصباح يحترق وينتهي بالأخير يجي واحد ثاني يقول بأنه هذا الكون الله سبحانه وتعالى لا أكوش يسمى الله ولا أكوش يسمى خالق شنو أكو يقول هذا الكون وجد من الصدفة نظرية الصدفة عند الملحدين من أكثر النظريات شهرة يقول هذا الكون إجابة الصدفة أفوا في حادثة البيك بانك الانفجار العظيم اللي صارت قبل مليارات السنوات يقول فيد مرة صار الانفجار وصار الكواكب وصارها الأرض وصار المياه وطلعت الحشرة الوحيط الخلية وصارت أجدت إلى البر وصارت برمائية وانتقلت إلى حيوان آخر وصار القلد وصار إنسان هاي نظرية من هو داروين يقول أن أصل يعني كتاب أصل الأشياء إذا قارين إذا شايفين يتحدث عن أصل الأشياء يرجع نسله هو إلى أنه قرد أما نحن نعتقد بأن الله خلقنا في أحسن تقويم نحن لا نعتقد بهذا الكلام ولا أقبل بأن يكون أصلي قرد حيوان أجلكم الله يقول بأن العالم والكوم أتى بالصدفة في دمر صار هالكون وإحنا أجينا وصرنا بشار وأجينا خلنا نفتهم هنا بالبداية الفرق بين الصدفة وغير الصدفة الصدفة أنه تذهب مثلا إلى صحراء وتشوف هناك أكو مجموعة من الأحجار مكسرة واقعات على بعض ما أكو هناك لا أثار الحياة لا أكو أثار العلم هناك من الممكن تقول أنه هالأحجار بالصدفة يجعن هنا بالهواء لأنه ما أكو أثار العلم ما أكو أثار التقنية أساسا شيء مطشر وواقع ولكن إذا تذهب إلى صانع سيارة سيارة هذه السيارات التي نركبها هنا وتقول أنه هذه السيارة حلوة أنا على ما أعتقد هذه السيارة جاي من الصدفة التي أم سويها رح يضحك عليك بكل بساطة كلامك رح يكون مضحك لهذا الإنسان تقول أنا قعدت أشهر وسنوات جاي أرسم السيارة وترتيب السيارة شون صدفة شون صدفة يعني ما كل شيء بالصدفة ما عندنا شيء اسمه صدفة الآن أي شيء على الأرض هنا عدنياها هل من الإمكان أنه أتت إلى هذا المكان بالصدفة هذا بطل الماء هل من الممكن أنه يأتي بطل الماء هاي شيء بالصدفة يقعد هنا مستحيل كتاب كتاب ممزوق هنا بالزاوية هل بالإمكان أنه أجهز هل كتاب الممزوق بالزاوية بالصدفة لا واحد حط هناك الآن أعطيكم مثال جميل علمي حتى يكون الأمر أكثر وضوحا هل هناك صدفة في الكون وهل أتينا إلى هذا الكون بالصدفة وهل وجدنا على هذا الكون وعلى سطح الأرض بالصدفة أم لا الآن خلي يكون عندنا نجيب في دورقة نقسمها إلى 12 قطعة نكتب على كل قطعة من 1 إلى 12 يعني 12 ورقة فيها أرقام من 1 إلى الرقم 12 نجعله في كيس العلماء يقولون أنه ألحظ أنه يخرج بالمرة الأولى رقم 1 هو بين 1 و 12 يعني بين 1 و 12 مرة أنه تسحب يطلع رقم 1 أول رقم أن تسحب رقم 1 وبعدين يطلع لك رقم 2 مباشرة وراه يقول لك هذا الاحتمال يكون من 1 إلى 144 مرة يعني 144 مرة لازم تسحب على المطلع لك 1 وراه 2 الصدفة لا تشتغل هنا فإن مرة خير يصير 1 2 و 4 يقول لك إذا تريد الرقم من 1 إلى 12 على مو تطلع بالترتيب من 1 إلى رقم 12 تسحب 1 2 3 4 يقول لك يقول لك هذا الاحتمال مات من مرة إلى 379 مليون مرة على المو تطلع الأرقام متسلسلة يحتاجك من مرة إلى 379 مليون مرة تسحب على المو وأضرب واحد من هالملحدين لماذا العقاب لماذا تعاقبني صدفة أشو صدفتكم تشتغل عدكم والضربة ما تشتغل الصدفة بيه خلاص لا صدفة بيها مكان معين لكم فقط يعني باقكم تجور وباق غيركم لا تجور ما عندنا شيء اسم الصدفة الصدفة هي من مخيلات دوكنز وداروين وغيرهم وذولة أما في الكون هذا الكون المعقد الذي في كل يوم يفككون شفرة معينة من تركيبات هذا الكون لحد الآن جاء يكتشفون كواكب ومجرات 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 هذا كله بالصدفة أجا واحد قال بأنه أنا لا أمم الله سبحانه وتعالى قلت لي ليش قل لي ما أمم الله ماكو شيء اسم رب ماكو شيء اسم إله ماكو شيء اسم خالق قلت لي أنت شون تشتغل قل لي أنا أكاونت محاسب قلت لي زين يا محاسب يا فنان يا ذكي إذا الآن أنت جاء تحاسب جاء تسوي الأرقام داخل الأكاونتات ماتك ورأيت أنه أكو دولار واحد داخل الأكاونت بالغلط ما رح تسأل هذا من أين أجه قال طبعا قلت له هذا الدولار الواحد ما تقول بالصدفة جاي كل الكون هذا عدكم أنتوا الملاحدة اللي تقولون ماكو الله بالصدفة وهذا الدولار مو بالصدفة قلوا بالصدفة هاي الدولار قال مو ممكن لازم يكون واحد بالغلط حطه قالت إذن النظرية ما لاتكم نظرية باهتة وفاشلة جبوا غيرها نظرية الصدفة نظرية فاشلة حتى أنت ما تعتقد بي أنت ملحن ألحت بالله وأشارك بالله وأشارك بالله وهم ما تعترف بالقواعد الخاصة بيك شوف إذا الآن نطلع من هالمكان المبارك بالشارع ونرى بأن هناك بناية معلقة في السماء بدون لا عواميد ولا شي مثل البالون معلقة هيتش أكيد راح تقول أنه هاي صار معجزة الآن صحية مو صحة يعني لا يمكن لأحد الآن نطلع برة يشوف بنائية معلقة يقول هاي شنوق مو أكيد ماك واحد يشيل عن البناية معلقة في السماء تتحرك ها كذا يقول هاي معجزة الله سبحانه وتعالى جعل في جسمك ملايين المعاجز ملايين المعاجز الذي يعجز الإنسان عن وصفها وحدة من هالمعاجز اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بها الإنسان أو أنعم بها على الإنسان هي عينيك اللتان في وجهك العينين الله سبحانه وتعالى يعطيك إياها وهي أعظم وإعجازا إذا من البناية المعلقة في السماء شلون الله خلقك وعندك العينتين الجميلتين من وقت ما تفتح عيونك أنت على الدنيا وتخرج من بطن أمك والله ما أعطيك هال هالنعمة العظيمة اللي إذا فقط نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة النظر لما كفانا الشكر الأطباء يقولون أذكر لكم كلام الأطباء على موت كلامنا يكون شوية بيدقة أكثر العين الله سبحانه وتعالى خلقها داخل حفرة الحفرة لداخل الحدقة هي ليست بالعميقة جدا ولا بالبارزة ما طالع برها الحفرة إذا كانت عميقة جدا كانت شكلك يصير مو حلو إذا بارزة كلش سوف يقولون عنك عيون جاحظ عيون جاحظ يعني عينه طالعات لي بره فبحكمته ولطفه خلق العينين في هذه الشاكلة الجميلة أحاط العينين هذه الحفرة بعظام هذه العظام أنتم شوفوا الآن أي واحد يرمي عليكم أي شيء بسرعة بلا إرادة ستسكر عيونك ستسد عيونك الله جعلها داخل هذه الحفرة ومحاطة بالعظام لكي تحمينا من الضربات تشكد إحنا من إحنا وصغار ماكلين ضربات برأسنا بوجهنا برقبتنا بعيننا ما جاي إلى حد الآن هذه من فضل الله سبحانه وتعالى أنه جعلها داخل حفرة والحفرة محاطة من الخارج بالعظام لكي تحمي هاتين العينين العين تعمل بعض الأمور لا إراديا أوتوماتيكيا بدون ما تسوي أنت شي شنهم مثل ما ذكرت الآن شيل فتشي وذبه على طرف الآخر مباشرة رح ترمش وستد عيونك حماية للعين العين تعرف يعني لا العين ما تعرف ولكن الذي جعل فيه القدرة يعرف الله سبحانه وتعالى الحكيم القادر المقتدر هو الذي أعطى للعينين هذه القدرة بعد شنو الآن من أكثر المشاكل في صناعة السيارات أنه أول ما تسددم هالسيارة شنو تروح بيها ضوياتها اللايتات أول شي تتكسر لحد الآن ما عرفوا يعالجونها المشكلة هم جاي يفكرون بالموضوع الشركات السيارات صناعة السيارات ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك العين يبقى وياك من عمرك ساعة إلى ثمانين تسعين سنة وهو سالم بدون أي مشاكل وجعلها في هذه المنطقة أعلى منطقة لكي تكون مسلطة على الجميع ترى كل شيء بعد شنوكو بالعين يقول لك العين أيضا محاطة بالحاجب لكي تحمي العين من أن تقع أشعة الشمس داخل العين مباشرة عليها الرموش بس باوع الدقة أنت بعض الناس ما منتبهين لنفسهم عليها الرموش على من تمنع أقل الذرات تدخل في عينك تحميك من أقل الذرات بأنه تتأذى بهذه الذرات في العين الله جعل في العينين ماء ماء العين هذه الماء فيه خواص عجيبة غريبة طبعا هذا طبعا مو كلامي ولا كلام رواياته للبيت هذا كلام الأطباء طلعته من جوجل كتبتها يقول لك العين فيه أمور أول شيء فيه مادة مضادة للذوبان ومضادة للإنجماد شلون يقول لك إذا رحت إلى أعلى منطقة في القطب الشمالي مثلا منطقة باردة جدا ناقص خمسين ناقص ستين هذه العين كل الجسم راح تلبس بملابس ثخينة إلا العينان ليش لأن الله حاط بهالمادة الموجودة بداخل الدمعة مادة مضادة للإنجماد تحفظ العين حتى بأقل درجات الحرارة صح ولا مو صح منلبس هناك شيء نلبس يعني في الكوت معين على العين منلبس رحنا إلى أماكن حارة جدا في حرارة عالية في هالمادة خاصية مضادة للذوبان تحفظ العين من الذوبان تقوم ترطب عيونك يعني يصير به برودة يعني هم دفاية هم تبريد مثل ما يقولون بعد شنو بيها الله خلق حفرتان في جنب العينين أنتوا شوف المعجزة فقط في العين جا تكلماني ترى الجسد الجسد الإنسان لحد هاللحظة يسوون عليه أبحاث وكل يوم امطلعين شيء جديد بجسم الإنسان كل يوم شيء جديد وهذا يقول لك ماكو الله ماكو خلق الله جعلت في زاوية العينين حفرتان مو بلاش مو تقوم الصبح تحك عينك ومتعرف هاي شيء نيا لا هاي بي بي معنى هاي شون هاللحفرتان شون فاتت يقول لك هالدموع اللي تنزل أكو دائما دموع في عين الإنسان والله كان صار ناشف نشف فيه رطوبة يقول لك هالمياه اللي تكون في داخل العينين راح تنزل داخل هالحفرتين وتنزل في جسمك وتطلع من مكان آخر بدون ما تحس أنت أوتوماتيكيا وإذا قعدت مثلا في مجلس عزام مثل مجلسنا هنا أو صار عندك حزن وبكيت بعد ما تستوعب هالعينين هالحفرتين فشون يصير تقوم تنهمل الدموع على الخدين تنزل هاي بلاش صدفة جتي هاي صدفة الله أعطى للعينين خاصية 579 ميجا بيكسل 579 ميجا بيكسل يعني ما عدنا كاميرا على وجه الأرض الآن تعطيك هذه الكواليتي أعلى كاميرا سوتها يمكن شركة سوني كانت هي كانت براءة تخترى عندها 150 ميجا بيكسل وما طلعوا للسوق أساسا للسطور الواحدة كما كاميرا 150 ميجا بيكسل والله ما عطيك العينين ب 579 ميجا بيكسل كواليتي من أول ما تفتح عينك إلى أن تموت بعد عمر طويل والإمام أمير الموني صلى الله عليه وسلم وعليه شيني يقول اللهم اجعل عيني وسمعي الوارثاني أو الوارثين مني يعني إلهي أعطيني القدرة أنه عيوني يظلون ويا إلى آخر العمر أسمع بذاني أشوف بعيني أشوف جمال الطبيعة أسمع الأصوات الجميلة أقرأ بس أموت إلهي أخذ بعض خلص فكل هالأمور وكثير من الكلام إن شاء الله نتركه في وقت آخر فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الحكيم وهو المقتدر وهو الذي خلق هذا الكون ولا شيء أتى بالصدفة في هذا الكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله ها هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ومن أنا لكي أتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى أنا العدم أتكلم عن المطلق أنا المحدود أتكلم عن المطلق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله من عباده المخلصين وأن نقف وأن نقف في جنبي ما أراده مننا في هذه الحياة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد هذه الليلة ليلتكم ليلة أنصار الحسين صلى الله عليه وسلم الحسين كان عنده 72 من الأنصار في كربلاء وعنده المليارات من الأنصار في هذه الأيام السلام الله عليك يا أبا عبد الله في يوم أو ليلة العاشر من المحرم الرواية تقول بأن أنصار وأصحاب الحسين صلى الله عليه وسلم وعليهم كان لهم دوي كدوي النحل بين راكع وساجد وقارئ وتالي للقرآن الرواية تقول بأنه ليلة العاشر الحسين صلى الله عليه بعد ما جمع الأصحاب وراواهم أماكنهم بعد ما سألهم كل أسئلة وقالهم باشر راح يكتلوني يردوني ما يردوكم وبالأخير أراهم منازلهم في الجنة قال الآن بعد ما خلص وألقيت الحجة وأنت راح تبقوا ويايا شوفوا منازلكم في الجنة شوفوا منازلهم وفرحهم جماعة بعد ما خلص يشوف منزل في الجنة بعد هذا ما يشتاق إنه هس يموت مباشر هس يموت خلص الإمام خطابه مع الأنصار والأصحاب وأهل بيته كل واحد راح إلى مخيمة وإذا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه أخذ له طريقا في صحراء كربلا خلف الخيام قام يفتر يلا أربط قربك إن شاء الله مع كربلا الآن وإذا بالإمام أخذه يدور حول الخيام وإذا بنافع خرج خلف الإمام نافع هو من أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه نافع بن هلال وإذا بالإمام سلام الله عليه ينتبه لنافع يقول من هذا نافع نافع هذا قال نعم سيدي فداك نافع قال ماذا تفعل هنا يا نافع شنو عندك هنا ليش طالع قال سيدي خرجت لأتتبع خطواتك خفت منك من من بني أمي هذول ناس غدارين هذول ناس من الممكن يضربوك بسيف برموح بسهم في ليل هذول ما عندهم ذم وضمير فقال له يا نافع إن هذا الليل قد غشيك أما ترى تلك الجبلين ما بين تلك الجبلين قال بلى سيدي قال لم لا تأخذ لك طريقا وتذهب في سواد هذه الليل قال سيدي ولم قال لتنجو بنفسك قال قبح الله العيش بعدك يا حسين أأبقى في الحياة وأنت تكون أمام السيوف والرماح لا والله لا يكون كذلك حتى أقتل ألف مرة وأحيى ألف مرة ويعمل بي عدة مرات ولا أكون إلا وأنا أذب عنك السيوف والرماح يا أبا عبد الله يقول فشكره الحسين سلام الله عليه وأخذ يمشي الحسين وإذا به قام يقعد يوقف يوقف نافع شاف هذا الحسين سلام الله على الجه سوفر حركات قام يقول سيدي سيدي أشوفك جاء الشلع في رشي من القاع يقول يا نافع باشر عندما نميل عليهم ويميلون علينا ما هي إلا ساعة واحدة وكل شي رح ينتهي سوف نقتل ونذبح ويداس على صدرنا بالخيول وإذا بي أرى وأسمع الظالم ينادي أحرق بيوت الظالمين نافع قال زين شنو يصير قال هناك راح يطلعون نسوان وأطفال يركضون في الصحراء حفات وهم يركضون في الصحراء والمنادي ينادي أحرق بيوت الظالمين قال سيدي يلا خليس ساعدك قام يساعد الإمام رجع الإمام سلام الله عليه بعد ذلك إلى الخيمة إلى من إلى خيمة زينة الحسين دخل الخيمة نافع وقف صار الإمام يتكلم مع زينة سلام الله عليه زينة تقول الرواية بأنها قالت الحسين أخي حسين هل خبرت أصحابك هل شفت شنو أحوالهم هذول أخاف هذول ترى يتركوك عند الوثبة واستكاك لأسنة ترى أنا خايف عليك وعليك قال الحسين سلام الله عليه لأتخاف يا أخت إني والله خبرتهم خبرتهم وما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحال بأمه هنا فرحة الزينة سلام الله عليها نافع هنا لازم يسوف رشيس نافع ذهب إلى مخيم الأصحاب والأنصار نادى يا حبيب يا حبيب يا برير يا زهير قالوا ماذا بك يا نافع شنو صاير ما الخبر قال يا حبيب يا شيخ الأنصار القصة كيت كيت سمعت زينب سلام الله عليها بأنها تخاف تخاف إنه نترك الحسين يوم غد قال ماذا نصنع قال نصنع نصنع حركة نصنع ننسلم على زينب ونطمئن قلبها بباب خيمتها قال هيا بنا وإذا بالحبيب لبس عمامته والرواية تقول شد حاجبيه بعصاب خرج الأنصار إلى باب دار زينب وإذا بالحبيب ينادي السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وإذا بالحسين يقول ترى زينب هذوله جايس المون عليك هذا نافع كان واقف عند الباب وسمع صوتنا هاه وانا ويا تتكلم روح يسلم عليه هذا حبيب من عنده هذا الفقه هذا من أهل البيت قال تأذن لي يا حبيب قال روح يروح هذا من أهل البيت هذا وإذا بزينب ذهبت ولبست عضاءة أمها فاطمة وقفت عند الباب وهي تنادي السلام عليك عم يا حبيب يا عم يا حبيب انسبوني من أنا أنا زينب ابنة رسول الله أنا زينب ابنة أمير المؤمنين وإذا بحبيبي يقول انطون تراب حظه على رأسي قالوا ماذا تصنع قال من أنا وتكلمني زينب وزينب عم نيا يلو تسلم علي عم نيا يلو تسلم علي بنت المرتض حام يصيحوا يا ايه. انا منيين وتسلم علي بانجيل مرتضى حامل حمي يمدل ليلة عباسي. الدنيا ليلة الصوت سبوع. واذا باب العباس سلام الله عليها خرج من خيمته. حاسر شاهرا سلاحه وسيفه. واذا هو ويقول لبيك يا اختها يا زينب. يقل لها يا اخواي اش طلعش من خيمتج. يا اخواي اش طلعش من خيمتج. يوم انفد ويروح اخوتش الهابتج. شلو انت انضامين وانت بين اخوتش. يا زينب شلو انت انضامين وانه يا اخواي 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 انا خايفة ينهتك ستري انا خايفة ينهتك ستري وصار يوم العاشر. وقع الاصحاب واحدا بعد واحد بين يدي الحسين. واذا بالحسين اصبح وحيدا فريدا بلا حبيب بلا زهير. يا اصحاب الصفا يا فرسان الهيجة. لما اناديكم فلا تجيبوني. وغربتها هو ابو عبد الله. لما اناديكم فلا تجيبوني. اقضوا حق العليهم دون الاخيام. ما خلوا خوات حسين تنظم. ايه والله ما خلوا خوات حسين تنظم. ايه لما طاحو تهاوه. ايه لما طاحو تفا يضمنهم الهام. ايه يتهاوه مثل ما هو ايه يا نجيم من خار. بيت الدعاء واسألك الدعاء. هذا الرموح بفادة تثنى تثنى. هذا الرموح بفادة تثنى. وهذا البيه للنشاب. رنى رنى رنى. وهذا الخير صدر رضر ضنى. يا حسين. وهذا الخير صدر رضر ضنى. وهذا وذاك بالهندي اليه يه 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 يية يه. ايه يه يه يه. يه 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 يا يعي ياغ يه يه يnah ياللي تناشد لي واقلター من شهر احد ممكن فسنو Auth. العاية يا باطلة يا اللي تناشدني علي من تحمل العاية كل البكاء والنوح والحسرة على كل البكاء والنوح والحسرة على حيالي بكرب الله يا ابا عبد الله حبها في قلبه